مستقبل البراؤل ستار احداث جديدي الاستابار تعديل على الرنك وعلى الاطقان فيديو اليوم راح اشرح لكم كل شي بين عندنا و الخريطة بريضاف لي شوية هبدات انزكت بالسوشال ميديا و شوية هبدات مني لتفهموا ايش هيصير بكل شهر من عام 2025 حتى الاشياء اللي حتصي بنهاية عام 2024 ايانا بالبراؤلتوك الجاي والبراؤلتوك الجاي الجاي لانه في نظرية بتقول ممكن ذي السنة قبل نهاية هيكون عندنا براوتل كي عشان تفهم اكثر لازم انتابع هذا الفيديو للنهاية فا اتمنى ان تخطيك و تسروا بالقناة و شكرا لكم يا شاب على دعمكم الكبير و على اعتقدكم دائما بمعلوماتي بشكل عام براون ناوي على عام 2025 انه يكون في تعاونات اكثر و ميزات دائما اكثر وتحسينات للعبة نفسها بالاضافة يا شاب ما راح يكون في لفل 12 يخي دائما الناس كده بتوفر الموضوع كتير اول ما براون تقول في لفل 12 كل الناس يتخاف بس ليش ابو فرانك قال انه حتي بنهاية 2025 احنا ما جاهزين ان نخطط للفل 12 فا اتقلت سريح بداية براول بتقولك راح نكمل بالتعاونات من الحين لحتى بعمل 2025 حنكمل بكل تاستقيمة يكون في تعاون ولكن اللعبين صحة جيبتهم الاحداث زي و قادين استمتهم فيها ولكن في نقطة سلبية انه براوسرز من بعد الاحداث زي قاعدت تسحب على الاشيال من هم وليه التحديثات الدائمة او الاضافات الدائمة فبراول بتقولك عشان تطمنت صحة تتعب على الاحداث او فينه يكون لها التعاونات الجاي ولكن بنفس الوقت هيتعبوا على الاشيال الدائمة كل تحديث براوسرز راح تحاول انها تصلح الاخطار الموجودة باللعبة وتحسن اداة اللعبة نفسها بحتي اضافة دي الاشياء ما حتكون اضافات بسيطة يعني مثلا على سبيل المثال براول بتقولك انه منوين يضيفه ميزة لتساعدك لتختار الشخصية الاحسن بالراين ولو اني ما اشوف هتكون ميزة كثير مهمة للراندوم الزماعي لانه متأكد حياخدون اسوأ شخصية متكون موجودة لذين ماب ولكن براول سارز بتقولك نظامها حيكون بهذا الشكل تقريبا ان كل شهرين في تحديث جديد لبراول ولكن لو مار شهرين ووجد تحديث براول هذا التحديث ما حيكون فيه تحديث دائم او اضافة دائمة ولكن بعد شهرين زيادة يعني بعد كل اربع اشهر حيكون عندنا اضافة دائمة يعني عارفين الوضع حيكون شهرين ما فيه اضافة اربع اشه حيكون فيه اضافة الشهرين ما فيه اربع اشه حيكون فيه وكذا حيكون نظامها في عين وخمس ووشفرين يعني ممكن هم ما يضيفوا شي دائم ممكن حتى يحسنوا شي دائم موجود باللعبة وبراول اعطتنا على سبيل المثال الخزير اللي بيتبر خايص حاليا انه قريدي شكلهم بدوا يدرسوا وضعهم ولي شعوب خلني احكي لكم ايشنا وهي تصوي براول بين كل شهرين وشهرين من تحديثات براول هنبدأ من نهاية 2014 تحديث اكتوبر الشهر الرابع رح يزل لنا حدث يا شعوب هذا الحدث رح يكون حدث فيه شخصية مورتيس اشهر شخصية براول ضد كمان اشهر شخصية براول ايدجار هذا الحدث حيضمن انهم يكونوا ضد ضع يعني حيكون فيه عندنا فريق مورتيس وحيكون عندنا فريق ايدجار وعلى الاغيب يا شعوب هذا الحدث شفناه قبل عند كلاش رويل كلاش رويل لما نزلو الحدث اعطوا اشهر شخصيتين بكلاش رويل شي زي الهايبر تشارج وخلنا الناس تقسم لتيمين تيم البيكا و تيم الميجا ناين فنفس الموضوع عام يسي مع براول ولكن يا شعوب ايدجار ومورتيس هنهم هايبار فخلني ايجيك بالنظرية او هبدة انه هذا الحدث هيكون فيهم سكن هايبر تشارج وانت هتحدد اي بطل تبغى يكون ذلك سكن له بمعنى اخر لو اخترت المورتيس هتاخد سكن المورتيس لو رحت ماتي من ايدجار هتاخد سكن هايبر ايدجار هي مجرد نظرية ولكن هنشوف نظرية كثير منطقية بان كلاش رويل واحدة من الهاب سوبر سيلف وممكن يكتبسوا الافكار من بعض واردي باكتوبر او بتحديث اكتوبر هنشوف الكؤوس يصول افنانها وهنشوف طريقة التصنيف الجديدة بالكؤوس وعلى حسن ما شاهدنا بالفيديو شعوب انه هايكون في تصنيف لأعلى وصارت ببراول فاعتقد الناس اللي رافح علي 14000 كس ما رح يخطفوا تماما فهذا شي كويس حبتين واخره يا شاب بشكل كثير غريب نشوف تفتيح الصندوق الجديد بورينا كيف انه هايطلع فيه اسكنات هايطلع فيه الموارد اللي قالوا لنا عنهم وموضوحه يكون رايح حبتين ما فتحوا لنا اكبر صندوق للاسف ولكن الصراحة هايجبني كثير طريق فتح الصندوق بعد كل ترسيد سيزون وحبت انهم موررونا شوي منها براوسيزون قالت انهم حيستمروا على احداث الموقتة وورونا جودزيلا وبنفس الواد وورونا سفينجة سبونج بوب فاهم؟ بس بنفس الوقت فوق الجودزيلا كان فيه شكل التاج ووقت وقت تشوف التاج اول شي بيجي بباله كلاش ريال فرون كان السكن الفرانك وممكن تعاون كلاش ريال هو حيكون التعاون بشهر اكتوبر مع وجود ذات تاج وموجود السكن الفرانك اللي ذكرناه قبل اشوفوا شي منطقي حبتين دا حديث ديسمبر الشهر 12 رح يكون فيه شي كثير كبير كثير كثير كبير لقصة الستار بار وحنشوف شي الضخم ومفائزة من كلام فرانك ولكن قال عشان ما يحرق لناه ما يبغى يسولي ولكن اردي يا شواب الخريطة اللي نعرضه تورا فرانك عشان الستار بار بنشوف فيها كثير بيئات نظريكي بتقول انه هنا موجود بيئة الالوان او بيئة أوتيس كلانسي انه زيما ما نشوف هنا موجود فيه راكن داخل بي عماق البحار ومن بي داخل عماق البحار ثلاثية كلانسي أوتيسوهين فممكن بقصة الستار بارك حنشوف قصة كيف دخل الدول الثلاثية بالاضافة كمان بنشوف فوق قوس قزع وبيت قوس قزع هي بيت الماندي او كمان بشوف فيه سفينة الدرل وتكوبيني فممكن الخريطة او الشي المعروض هنا هيقول لنا مين اللي حينذكره بالقصة فايم مين الشخصيات هتحكى قصتهم لذا التحديث نسمحة كونه سبايك شيلي ايت بيت والشخصيات الماضية هالمرة او ذا الارك بيكون ارك ذول الشخصيات البيئة طلعتهم بذالصورة وهك يا شابكم خلصنا سنة الفينة ومع وشرين لنبدأ مع سنة الفين وخمسة وشرين فبراير الشهر الثاني الرانك رح يكون اولوياتهم بذالتحديث هيكون عندهم فكرة انهم يعملوا تعاون بين الرانكيد مع البطولات العالمية فاهم عشان تدخل للبطولات العالمية وعشان يكون عندك فرصة لتشارك بالبطولات العالمية الرانك حيكون سبب بدخولك للبطولات العالمية ذي هذو الاسلوب موجود باغلب اللاعب وقررت براوستارت استخدم نفس الاسلوب ليسير الرانكيد الو اسم من جد على المستوى الكبير بالليغة ومع ايضافتهم لذي الميزة هيحسنوا من اداء الرانك ليخلوه بشكل اصعب ويخلو ذا المود والتنافس هي اكثر للناس اللي تبغى من جدد نفس مانو اسم المود رانكيد وما يخلوهن اي احد يوصل المستوى المستوى براوستار ايضافتهم ميزة انا كنتو اتفتح عدد معين من الدروبز الرانك تضمن لسكن يعني في حد لو وصلت لذالحد لو ما اطلع لك بعد ما وصلت لذالحد هيطلع لك بالنهاية على سيرة الرانك يا شباب وات فرانك عم يسولف لنا عن الرانك ولاهه زهر زي لوGos ماسترز جديد او فين أقول رانك جديد بنشوف انو كأنه مدموج بين رانك الليجندري او ال AMY بالاضافي لشعار الماسترز فاهم ؟ يعني كانو ذا الرانك هيكون بين الليجندري وبين الماسترز وهذا اغلب اللعبين الايسبورد يطلبون بذالش مم يطلعوا بييرانك بعد الطابة ثم بعد الليجندري لانو وصول التباهيا يعني لوصل لوجندري صار سهلا حبتين تحديث ابريل الشهر الرابع سيكون عطول في تعاون حافظين فرانك اول شيء قاله سيكون في تعاون جديد فرانك بيقول لجملة و بيقول كلمة جدا مرتين و بيقول هاي هتقدر تخمن مع مين هذا التعاون المشكلة ان اي عيال صعب تفهم ايش التسريب او ايش وسيطة المساعدة اللي قالنا اياها وهو يقول ذات جملة ممكن يكون لها دخل بسالفة ابريل او كذبة ابريل اللي بتصير بكل سنة عند الجانب او لننوحها لهبدات للتويتر اللي يقولون طريقة فرانك الكرنجية اللي قاله انه هيكون جدا جدا ريب وهو السؤال هذي وسألنا هلي هتقدر تخمن ايش هو التعاون هي بس اختباص من فيلم مينكرافت الجديد اللي يقولون انه هيصي في تعاون بين ذا الفيلم مع براوستانس و اتمنى ذا هبدا تكون هبدا من جد لانه ممكن ذا يكون اسوأ شي سمعته بحياته و رادي الفيلم كرنج مانا بغي يصير كرنج اكثر مع براوستانس و مع التعاون رايكون في شوية تحسينات على اللعبة فما اصلا هيكون كثير تحديث كبير الشهر الرابع ولكن التحديث الكبير هيبدأ مع تحديث يونيو الشهر السادس فبراوستانس بتفجرها بهذا التحديث وبتنزل لنا حرفيا مليون شيء بداية ما اعتقدين نظام الاتقان اللي راح يكون بشكل جديد زي ما قالوا و بيحطوا لنا السكويك يا شباب و جنب السكويك ذا في ثلاث مسارات اتقان و فينو يقول ثلاث لوغوهات معنو دليل لوغات ما في فارق بينش كلهم كلهم برونز ولكن لو انتبعتوا بشكل جديد موجود و جنبوه مئة نقطة مئتين نقطة و ثلاث مئتين نقطة فممكن للاتقان يضيفوا له انجازات زيادة عشان لما تسويها يزيد اتقانك لمسارات ثانية هذا صعب يحس يشيلوا المسارات الحالية و انو اغلب الناس ما وصلت لكل المسارات يعني اغلب الناس ما جابت كلها لقابة والصورة بذي فصعب انو يشيلوهم بالضبط ويجيبوه شي ثاني فاهم فممكن يضيفوا شي زيادة او اتقان زيادة بردام الشاب هتكون فيه تعديل على المسار الكوس ولكن مسار الكوس هتكون تعديلي كثير رهيب للناس المحبة لقصة الاستابارك براوسارز بتقدح لتتماشى مع قصة الاستابارك من داخل اللعبة نفسها انت حاليا على اغلب سامع قصة الاستابارك من ذا الانسان القادح الملخص للقصة كاملة او من السوشال ميدا بشكل عام فلانو ناجعنا معنا من ذا الانسان القادح الناس ما متعرف اش هي قصة الاستابارك فبراوسارز بتقولك لازم تضيفها بداخل اللعبة وحتضيفها من خلال مسار الكوس في نظرية بتقولك انو براوسارز هتضيف الاستابارك بمسار الكوس عن طريق كاتسين الكاتسين بكل بساطة هي مشهد سينماي بمعنى اخر انت بديت تلع بمسار الكوس وحصلت نيتا لما تحصل نيتا وتشتح نيتا هيتطلع لك من مشهد سينماي كيف براوسارز جابت نيتا للاستابارك ونفس الموضوع لمسار الكوس كامل ممكن يكون حبتين جميلة او انو يخلوا مسار الكؤوس عن طريق ستوري مود كيف ستوري مود؟ بصراحة ما ادري ولكن براوسطارز من زمان كانت الفكرة بيسار في ستوري مود فممكن مسار الكؤوس بطريقة ما يصير ستوري مود من جد براوسطارز يا شاب هتدرس موضوع الانجازات ايش هي الانجازات؟ تتذكرون انجازات الكلاشوية لو انت لعب كلااشوية لما مثلا ترمي كرة نارية عشر مرات او ترمي كرة نارية ميت مرة وتصيب فيها كده انت عملت انجاز هتحسن خمسة الاف جول فبراوسطارز بذات تحديث هتنزل لنا انجازات بمعنى اخر خذ ايدجار ونوط على ميت واحد حصلت انجاز هتحسن عشانه الف جول فهيكون عندنا مصدر موارد جديد مع ذي الانجازات وفي الانجازات هتكون فلا بشكل عشان كده هتسوي انجازات وتكافر عليهم بس من خلال لعبك لذالبطل وحارفينه ممكن يكون افضل افضل شي حينزل بعمل عام 2015 ومع ذا التحديث هتكون في تعاون جديد بعد يا ايال فاهم؟ كل ذا الاشياء وفيهم تعاون بعد ذا التعاون تسريب وكان غريب حبتين واحس لو ركزنا يا شاب شويتين لما قال كلمة تعاون تغير صوت فراينب براضافة عرض لنا انيميشن بسيط عن طريق الرسم حق ذا التعاون هنا بتورد عندنا نظرية انه براوسطارز ناوية تتعاون مع مسلسل كرتوني او مع اللعبة على الشكل كرتوني يعني انتو لو انتبعتوا بصوت فراينب كله تغير يا شباب وطريقة الرسم تغيرت عن الرسم العالي تبع براوسطارز لما رح تسألت تشال جي بيتي ايش في شخصيات او ايش في مسلسلات كرتونية او ايش في الاعاب عندنا نفس طريقة الرسم عطاني شمية هبدات دخلناها لكم ياهو وقت المغامرة كوب هيد ريكان مورتي بلانز فيرسل زومبي او حتى لعبة سبلاتون وصراحة طريقة الرسم بحبتين شبية كثير لعالم الطباشير حق زمان ادري انها هبدات كبيرة حبتين ولكن طريقة الرسم دي هي تسريب ذا التعاون فلو كان في ببالك اي شي لا تستطيعه بالطريقات لانو على الاغلب ممكن شيعا الاشياء حق الزمان من طريقة الرسم دي بوقت نزول ذا التحديس بيكون كلا ابطال عندهم هايبر تشارج اي يعني بتكون عندنا تملة سلسلة هايبر تشارج باللعبة فبعدين بعد ذا التحديس حيصير كل البطل الجديد ينزل مع الهايبر تشارج يعني هينزل بكهش كامل جهازين سلاب ورتين بيضافي الهايبر تشارج ولكن اي شاب بفرانك وهو عم يصولف لنا عن الهايبر تشارج بتطلع عندنا رسمة وراء ذا الرسمة بيكون عندنا موجود شكل جوال ولكن طريقة اللاب او طريقة براوسرز الموجودة خلص ذا الجوال بتكون غير عن الشكل الطبيعي اول شي بيكون في اعشابة لاطراف حبتين ممكن لانو زا تحديس الصيف فممكن يخلوه بذل شكل انو حتا الجويستيك علي صار صار حواليها كأنو مي على سيرة الجويستيك ما تتذكروا ذي الجويستيك جاي منين ذي الجويستيك جاي من حق تألعاب زمان عارف ذاك الألعاب اللي تمشي فيها بطارية ذي ولو دبنا يا شباب علمين في اربع ازرار من نفس الوضع الطبيعي ولكن ذا الازرار في زرين لونهم اخضر يا شباب خلني اقولك النظرية هتصير هنا يا ريال بوجود الجويستيك علي صار بوجود جهازين هتقدر تلعب فيهم بداخل الجيم براوسلز هتنزل المود ذا المود عبارة عن بوس فايت هذا البوس فايت لما تواجهه هتقدر تختار لبطلك كلا الستارباورتين كلا الجهازين بالإضافة الهايبر تشارج وستوب الحقته فاهم؟ انت حيخليك تستخدم كل شي عشان تواجه ذا البوس ألعاب البوس فايت بكل بساطة هي ألعاب فيها كومبوهات عشان تلزم ذا البوس لازم يتسوي كل شي عندك يسهر دوج وحالة ويكون عندك كل قدراتك ذا البطل فاهم كان براوسلز عم تدرس لنا مود بداخل تديس الصيف ذا المود بيخليك تواجه بوس اشاب لعشوني محنك كذا بألعاب البوس فايت ولا بألعاب الصعب طرعاني ميت عند أول بوس إلدرين خمسين مرة وبعدها حزفت اللعبة او ممكن يا شباب الخيار الثاني ذا ممكن يكون موديفاير وخلاص او يكون موديفاير للرن او حتى انه يكون مود جديد بل ذا المود انه كل اللعبين اللي ضدك بيلاعبون بنفس الطريقة عندهم جهازين عندهم كل الميزة ذا البطل ولكن الشي اللي خلاني اقول انه ذا بوس فايت انه انتبهت فوق كولت يا شباب فيه بار هيل انه كان باقي هيل وكيف نقص شوية من هيلو وكيف انه بالنهاي باقي شوية من هيلو ولكن بلون ثاني يعني كأنه حينينتقل للتطوير الثانية ذا البوس اغسطس الشهر الثاني ما انه كل البطل حصوا الهايبر تشارج ايش حيسل ببراول ايش الاشياء الجديدة اللي هتنزل لكل البطال اللي في الاطماش فرايك بيقول لا هو نفسه ما هي في اشياء الخطوة الجاية ممكن ممكن مجرد لابدة مني انهم حيضيفوا زر جديد ولو انه احقين براول حاليا هم ما يبون زر جديد ولكن صراعا نفسي يحب ان يكون فيها زر جديدة براول عشان ازراج جديدة بيخلي الليبه اصعب و بيخلي فيها سكيلة اكثر و امتها بعد عشان تتعلم على اشياء اكثر تسويها لما تواجه احد مو بس تقبو سلم زر فبراول حاليا يا شباب فيه تدخم كبير بالباوربوينت عن نفسي عندي فوق الميت الف باوربوينت و ما اقدر اصوي فيهم ايشي لانه ابطالي كلهم ماكس فاغلب اللاعبين القدامى عميعانهم من كثرة الباوربوينت فبراول ستاس بتقولك ناو يدف قدرة ذي القدرة تكون ممتعة و يكون فيها مهارة و تقدر تشتريها و تقدر تطورها من خلال الباوربوينت بس يارب يا شباب حينزل لانا قدرة جديدة و ذي القدرة حتكون بس من خلال الباوربوينت ايشي القدرة و ايش هتكون صعوب ذي القدرة ما حاد يدري حتى مطلع لانا اي تسريب عنها وراك انا شعب هيكون شي كتير رهيب انا لمشيني حاصر في الباوربوينت حقتي اكتوبر الشهر العاشر هالتحديث رح يكون اكثر اكثر شي مركز عن ماب ميكر الماب ميكر يشعب ببراوسلز اكثر شي خائز بالحياة تقدر تلعب بماب كل مرة كل يوم بشكل جديد و ما حاد يلعب فيه اصلا لو يبغى ينجز بهم فالماب ميكر من اخيص الاشياء الموجودة باللعبة باقي للعاب الماب ميكر حقهم احسن بكثير الماب ميكر حقهم تقدر تسوي اي ماب و ذا الماب يكون دائما موجود بمالفات اللعبة و من خلال انك تشير كود تقدر تخلي ذا الانسان يلعب فيه وهذا يناوي تسويه براوس فهيكون اندر محتوى الارضي اخذ ماباتكم اجرى ماباتكم للاقي الطرق و فرص للعب من خلال مابات اللعبين و كمان يا شباب فوق صالفة الكود و صالفة تشيير الماب نفسه رح يضيفو للعبين خيارات اكثر ليضيفوها بالماب نفسه وحتى يخلوهم يضيفو انماط لعب ليعطوهم محتوى جديد للعبة و افكار جديد للعبة و مننسوا الوقت يسموه خرايك جديد للعبة يمكن تقولو الماب ميكر بشكل عام حيتحول لمود اسموه مود ميكر لحيكون فيو الالوف من المابات تقالى تجرب ذو المابات متى ما تيبي فحكون فلا حبتين لنشوف هيك تغير كبير للماب ميكر لكن بروسس بوقت الحالي ما في عنها اي شي كده يا شباب نكون خلصنا كل شي عندي الخريطة اقول لي راكم عن الموضوع انا اسف وطولت عليكم ولكن حبيت نسوله كتير